مشاورات جنيف في موعدها المقرر وسط توقعات متواضعة بشأن نتائجها المباشرة على الحل السياسي الذي تحرص الأمم المتحدة على إنجازه وسط تحديات هائلة تعترض مهمة مبعوتها إلى اليمن مارتين جريفث فقد أعلن نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق في مؤتمر صحفي في نيويورك أن مارتين جريفث بصدد إرسال دعوات إلى أطراف الصراع في غوضين أيام لإجراء مفاوضات في سبتمبر المقبل بجنيف حق أكد عدم حدوث أي تقدم في هذا المسار حتى الآن لكنه أوضح أن المبعوث الأممي في حوار متواصل مع جميع الأطراف ما أعلن السفير الأمريكي لدى اليمن ماتيو تولر من العاصمة المصرية القاهرة أن جولة مشاورات جنيف ستعقد بين السلطة الشرعية وممثلين عن ميليشيا الحوثي لبحث إجراءات بناء ثقة في وقت يؤكد فيه المتحدث باسم ميليشيا الحوثي محمد عبد السلام أن مشاورات جنيف المقبلة ليست إلى مناسبة لتحديث الأفكار وجاءت تصريحات تولر في مؤتمر صحفي مصغر عقب لقائين عقدهما مع الرئيس هادي وممثلين عن الحوثيين وأكد خلاله أن الطرفين أبدأ يستعدادهما للانخراط في هذه المشاورات دون شروط مسبقة التفاؤل الذي أظهره سفير أكثر أعظم مجلس الأمن الدولي تأثيراً في ملف الأزمة والحرب في اليمن حيال نتائج الجولة المقبلة من المشاورات لم تمنعه من توقع أن تكون نتائج متواضعة للغاية لكن من شأنها رغم كل ذلك أن ترفع الأمل لدى اليمنيين الذين زادت معاناتهم بسبب الحرب السفير تولر توقع أن تؤدي المشاورات إلى التخفيف من المعاناة الإنسانية التي خلفتها الحرب على اليمنيين وإلى إطلاق الأسرى والمعتقلين وفتح المطارات أمام الرحلات التجارية والمدنية وفي مقدمتها مطار صنعاء وبناء ثقة بين الطرفين واتخاذ إجراءات مع البنك المركزي لتثبيت سعر العملة اليمنية تصريحات السفير تولر بشأن أولوية تسليم السلاح تبدو متقدمة عن تلك التي عبر عنها المبعوث الأمم الذي انحاز إلى الأولويات السياسية في خطوات الحل حيث شدد السفير الأمريكي على أن الأسلحة التي تم الاستيلة عليها يجب أن تعود إلى الحكومة الشرعية ولا تقول إلى ميليشيات أو إلى أي طرف سياسي وسط كم هائل من التحديات تنظي الأمم المتحدة قدما في مساعيها لإنجاز مشاورات جينيف التي ستليها مفوضات مبنية على تفاهمات لا يبدو أنها جاهزة في المدى القريب